اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اجتمعا الى عائشة رضي الله عنها تروي لنا هذه القصة بتفاصيلها قالت عائشة رضي الله عنها اول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤية السالحة في النوم عائشة رضي الله عنها عائشة رضي الله عنها اول شيء لانبتا من نبوت من النبي صلى الله عليه وسلم الرؤية الصالحة تتحلم على الرؤية على الاري نسكب رؤية تتلال رؤية تتلال رؤية تتلال رؤية تتلال فكان لا يرى رؤية الا جاءت مثل فلق صبحي كما فقرات قواح فقرات الجهاراي الصباح لما تتلال كما انتلال يعني متعالات وتتتحقق علات حقيقة تقبع علات وتحسل علات لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم للرؤية والحلم النبي صلى الله عليه وسلم اللي تتحلم ثم حبب إليه الخلاء دين كدن فتقب وبن فتقب وكان يخل بقى الحراء فيتحنس وكان يخل بقى الحراء فيتحنس يعني يتعبد هناك أي يتعبد يتحنس بمعنى يتعبد فيه اللياليا ذواية العدد قبل أن ينزع إلى أهله عدد دين يمدي أيام كم ليالي كم أيام يتحنس بمعنى يتحنس بمعنى يتحنس بمعنى يتحنس بمعنى يتعبد قلنا فيه الليالي قارحراء ذواية العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك وزوادة نبره سفاوحي يتبقى كناس أعلى وديبول تعيش على ديبول نبر على صلى الله عليه وسلم إلى الأيام ودى الأيام ودى الأقديا ديب رمضان ثم يرجع إلى خديجة رضي الله عنها فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في قارحراء فجاءه الملك فقال اقرأ قال ما أنا بقاري ديبول الله كان لقارحراء ديبو لدبر لبدير اللي بيئناو ديبال النور لبهل أدي ديبال لبعد ديبال الكهف ديبال لي مكان ديبال نونة عمبد على وسيفاهو ونبراهو وسعنا عطول لدقبك زوادت النساء ديبال تعبد على وكم سلك الله سامن وكم سليماتيدي وحجيها لقابل على ككم منتلا زوادتو وسيفاهو نسي كمن جديد كان لقابل على إسكما ملك مطأيو الملائكة يعني جبريل عليه السلام ولملك لبوله الله إقرأ بيليو وتيبه الله ما أنا بقاري أنا قاري أنا قرأني أمرني لبول الله الله قال فأخذني نسيئني فقطني حتى بلق من الجهد ثم ارسلني فقال اقرأ بيلي بلق من الجهد ثم أرسلني ثم إقرأ فقلت ما أنا بقاري ثم أخذني فقطني الثاني ثم أرسلني فقال ورسلس مرتك ونعي اول وديو كل مرتك اللبز على وجهد ولا تعب على منقوى التوحي قرأ اللبل وتما انا بقارئ اللبل قرأ اللبل ما انا بقارئ اللبل لا مرت لسالسي تهيني الا ايات ولا سورة سورة اقرأ تتكريت وبيليو اقرأ كمسل بيليو ما انا بقارئ كمسل بيليه فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال زملوني زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الروع فقال لخديجة واخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي فقالت خديجة كلا والله ما يخذيك الله ابدا انك لتصال الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقرئ الضيف وتعين على نوائب الدهر فقال زملوني 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 ميلا والبسوني توالبسوه واسكما شوية نفسه هدئت وحقه هو بالله اللا اللا حسد قديك ومسال باليا وضيبه واحد شفره كو باليا وتبالله اللا اللا والله انت ارحمك تواصل وانت حقود ارتع وانت حاقل تهيب وانت تحدر قاشات يتكبت وانت ظروفنا الدنيا ونوازل تحصل ديبو انسان بحق انت تعيه يعني سدديو وانشان كدا الله سبحانه وتعالى وجلاب اللا اللا كل توده اللي توده اللي وداهيك والعبعالك لسنت والسئيرتك لسنت والسمعتك لسنت رب انشاء الله يخذ لك اتبو له لي فانطلقت به خديجة حتى اتت به ورقة بن نوفل بن أصد يعني السيد دور عبيبة مثل البيئساء دي بدعوات اللي تسديو السيد يبيت للبيئساء إذا مانو منقبب وإذا قلبو منقبب باكو منبطر كديب صلاة وديب طاعة وديب خير منسديو ومنتأصبر باكو واتقبي لنفعهم دي بدينو دي بالآخرى منسديو يعني بدو حسنيتو واللي هدينا النبي صلى الله عليه وسلم تو واللي دورناي خديجة قنحو خديجة نسألتو النبي صلى الله عليه وسلم فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبدالعزي ابن عم خديجة اللي وضعبو هاتو اللي ورقة بن نوفل بن أسد وكان أمرا قد تنصر في الجاهلية نصران على وكان يكتب الكتاب العبراني دي بعبرانيات كتاب يهود لكتب أورو منصب لكتب العلو اللي توتو اللي ورقة بن نوفل اللي واد أبو هائق الخديجة أم المؤمنين زكت النبي صلى الله عليه وسلم فيكتب من الإنجيل بالعبرانيات ما شاء الله أن يكتب وكان شيخا قد عما قد عمي ناس عبا على خلاص شيبة مرة عبا على لكن هتو من كتابنا الإنجيل بعبرانيات بغيال يهود وبكتابنا الإنجيل دي بسيدنا موسى الكروي على منه لكتب العلو الإنسان تو كتابت للأمر وقراءت للأمر وقدم إلا كتابنا يربي للأمر ورغمنا كتب الله السماويات وكتاب الإنجيل فلأ الأمر نفرتو كندن سؤدتو لكم سالبيلاء قلت له قريشة أبو خديجة رضي الله عنها قل النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له خديجة قل عمها يا ابن عم يعني ود أبو هاتو يا ابن عم اسمع من ابن أخيك تهم كلهم قريشتهم اللي ما اللي ودعوك اسمع من نتب الله الليت فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى مجرد يبك ما حصلها الكاتو لبن الله اللي فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى فقال له ورقة هذا النموس نبي صلى الله عليه وسلم لك جارة ديبو بالضبط لأسأليه إلا 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 جارة ديبية ماتيني قرأت بهلكو ولا آيات قرأت لي صورة لك إما تأنا إلا 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 حصل ديبية فقال له ورقة لناس لعبيل شائب لتعورة ومن كتاب لكتب العلات وخديجة قال له ابن عم هلقبي وقال الناس صلى الله عليه وسلم وقال هلقبيته فقال له هذا الناموس الذي نزل الله على موسى إلا كتاب ولا وحي والحق ربي دي موسى الكريوته لبلا الله يا ليتني فيها جذعا أي قويا جلدا ياريت لو كتلا أنا بشبتي بقوتي بحيلتي وهلي يقول بيلا ليتني أكون حيا إذا يخرجك قومك ياريت حياتك عنه وحياتك عنه لا قومك ولا عدك ولا مجتمعك قل أفقروكاتو قل تردوكاتو لبلا الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوى مخرجيهم اقل أفقرونيتو اقل اطردونيتو معقول يعني سؤال ناي استنكار كمسا ليوتو أوى مخرجيهم لبلا الله يتهي بيلي ورقة قال نعم لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عوديا وأن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا ثم لم يلبث ورقة أن توفي وفتر الوحي يعني لبلا الله والله اللي انت لما تقاك أبو لما تقاك أنسان والوحي رب اندي أصطفى واندي أخطيري بلبا اللي انت تتبع لما تقاك هين لقا باك أو مبدحه لقدام سره لأبي على ولدعوات لتكبوتي على ولعادو وعلاو كمسال أبي لأو عداوات ودباك وعلاو ولكن رب عمر من الله يبني ومن تقاك أنه من قنبي نصرك نصرا كمان مؤزرا نصر بقوات وبحيلة وبموقف وبسباتة وبسمود إن شاء الله وصديقوك ومن تقاك أنه يصديك لأو الله وأيام تحقوها بدوهي تحقناها وقال لها قيال لا والقاب النوفر وفا ولو حي شوية فترة شوية أرحان حقوه يبعد البدوح يتكراني ديب اللي حلقة اللي مبطر والتحلقة اللي كالأيد تاريخ بدء النبوة وندور الوحي لحلقتنا حسر سر ديبان انتهاك إن شاء الله نهاي يوم دي قولها كله سامان لينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة